خبرات مع الجماهير جماهير الاتحاد جدة حاجات دي يعني بيبقى ليها فايدة في هذه المباراة الحياة الاتنين لهم قدر جبير جدا عند جماهير الاتحاد جدة والاتنين عند جماهير الاهل اه والاتنين واحجازة طبعا لعف النادر الاهل طبعا كده واشوف ان هو من اللعيبة اللي لهم قيمة عند الجماهير بتاع الاتحاد والاهل كهرباء يعني هو لعيب مميز بس بحالات يعني اتمنى ان هو يبقى بكرة هو قال جملة جملة جدا وجريئة ان احنا النادر الاهل ما بنخافش من حد المفروض هم اللي يخافوا مننا مش احنا اللي نخاف منهم وده وضع طبيعي في المباريات الكبيرة اكيد هم عاملين لك حساب زي ما النادر الاهل عامل حساب لاتحاد جدة اتحاد جدة عامل حساب وده بان من التصرحات يا مهيب نهارده كريم بن زيمة بيقول لك احنا نقابل بطل افريقيا نقابل بطل كبير مش صغير اشوف النادر الاهلي بكرة لو كولر زي ما انت قلت في بداية الستوديو يعني ما يقلفش في التشكيل مايلعبش في التشكيل يحط الاشخاص واللعيبة اللي في اماكنها صح هيوصل لابعد مدى في المباراة لان زي ما قلت لك في اول لستوديو المباراة من السهل وانا صعبة جدا لازم يشتغل بكرة وجهة نظر انا الشخصية والتحليلية يبقى نظام جبهات يعني يشتغل من ناحية الشمال بجبهة ومن ناحية اليمين بجبهة لو اشتغل مثلا ببرسة وهاني من ناحية اليمين وحسين الشحات ومعلوم مثلا من ناحية الشمال اللي بطلع بيستنى التاني مع السطارة اللي هي بتبقى في وسط الملعب ديانج وعشور ومروان التلاتة دول لو اشتغلوا مع اتنين من الاطراف وسبتين وسط الملعب السطارة اللي انا بقول لك عليها دي وهيبقى فيه تحفظ عند اللعيبة دفاعية لان هو تحت جدة اكتر حاجة بتميزه لما كابتن عادل وكابتن شريف قاله الحتة الهجومية عندك تلاتة جمدين جدا كريم بنزيمة خلي بالك مع الجس كريم بنزيمة في اقل من الثانية بتبصت لايه جايب جول وهم بيشتغلوا في الحتة المرتدة بشكل قوي جدا يموهيب عشان كده بقول لك لازم التلاتة الراجل بكرة يلعب بتلاتة سطارة كبيرة جدا ووضحة لنا كمشاهدين قبل ما نبقى في الملعب بتلاتة يعني بكرة ما عندكش خيارات انك تلعب باتنين وقدامهم واحد باتنين ومثلا ديانج ومروان وقدامهم عشور لا انت عايزت سطارة فوسط الملعب الطرف من الاطراف طلع السطارة بتميل شوية سواء من ناحية اليمين او الشمال زائد بقى فوائل اللعيبة يعني المشاطة الكبيرة دي انت كلعيب حالتك ايه في اليوم ده اقل خط انا بتفق مع كابتن عادل هو خط دفاع اتحاد جد اهم حاجة او اهم ما يعيبه البطء يعني بيحضره كتير قوي بيحضره كتير قوي بيعوده يعني يعني ممكن لو قهرباء استغل سرعوته وضغط ممكن يقطع الكورة ويبقى فيه فرصة فرصة هدف برستاو لو فايق بيشتغل في الضغط الامامي ده وتحت وهاني مثلا مع ترحيل أليو ديانج هتلاقي الشكل بقى مختلف تماما موهيد طب ايه اقل خطوط النادي الاهلي اقل خطوط النادي الاهلي اه لا النادي الاهلي انا شوف انه ما عندوش ما عندوش لقص لا عندو مشكلة في الهجوم والدليل انه ما جابش اهداف ما هو الهجوم المطشطات اللي فاتت الراجل برضو فانت بتقابل الراجل اقل خطوط اتحاد جده اقل خطوط النادي الاهلي انا متفق معاك بس سوى الراجل برضو فيه مطشط ملعبش بيرستاو بيرستاو هدف الفريق واحسن لعب في الدور الافريقي فبالتالي النهاردة انت انا اللي بشوف الراجل مزاجي يعني ده مش مطلوب في الفرق الكبيرة المطلوب في الفرق الكبيرة يعني ما يبقى عندك لعب مميز وهيكسبك حتى لو انت مختلف معه تلعبه يعني انا بشوف ان احمد عبدالقادر زي ما قلت لك قبل كده هو نفسيا الولد مش مهيئ ان هو يبقى كويس لان المدرب مش مقتنع بي